طالب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الغربة بضرورة دعم بلاده فنيا وعسكريا في قتالها ضد الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يحصلون على كل أنواع الدعم من موسكو في السياق تمكن عشرة مظليين روس أسروا في أوكرانيا قبل أسبوع من العودة إلى بلادهم اليوم بعد عملية تبادل مع أسرى أوكرانيين في روسيا أمهل قادة الاتحاد الأوروبي روسيا أسبوعا واحدا لتغيير موقفها في أوكرانيا وإلا وقعت تحت طائلة عقوبات جديدة وفي ختام قمة طارئة في العاصمة بلجيكية بروكسل أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فارونبوي أن زعماء الاتحاد قرروا أن يطلبوا من اللجنة التنفيذية بالاتحاد وجهازه الدبلوماسي بدء العمل التحضيري بشكل عاجل لفرض عقوبات جديدة وتقديم مقترحات كي تدرسها حكومات الاتحاد في غضون أسبوع من جانبه وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو العقوبات الأوروبية ضد روسيا بالعقيمة وهدد باستخدام حق النقد ضد إجراءات عقابية إضافية بحق موسكو كونها ستلحق الدرر باقتصاد ومصالح بلاده وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى عبثية فرد عقوبات جديدة قبل معرفة تأثير العقوبات السابقة المفروضة على روسيا وفي ظل هذا التصعيد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتفق مع الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو على حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية وأضف رئيس الروسي في حوار تلفزيونية أن الحل سيأتي عبر المفاوضات مشيرا إلى أن أخطاء الاستلاء على السلطة بالقوة لن تتكرر ودعى بوتين إلى وقف عاجل لإطلاق النار وإعادة تأهيل البنية التحتية وأحثى الرئيس الروسي سلطات كييف على البدء بحوار موضوعي وعميق مع جنوب شرق البلاد إلى ذلك أفادت وكلات أنباء روسية نقلا عن ضابط روسي كبير أن أوكرانيا سلمت مجموعة من المظليين الروس الأسرى لديها بينما أعادت موسكو 63 جنديا أوكرانيا كانوا قد عبروا الحدود إلى أراضيها الأسبوع الماضي والأسبوع الماضي ذكرت أوكرانيا أنها ألقت القبض على عشرة مظليين روس وعرضتهم على وسائل الإعلام كدليل على أن الجيش الروسي يحارب إلى جانب الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا لكن روسيا قالت أن الرجال عبروا الحدود في منطقة لا تحمل أي علامات بطريق الخطأ